عايز تقول حاجة? عاوز اقول حاجة مهمة جدا. اه. عاوز اتكلم عن نادي الزمالك دي. اه اتفضل. اتفضل لسه لسه اسألك. اتفضل. عشان برضه ياخد حقه نادي الزمالك. والزمالك كان ممكن اكسب المباراة في النهاية النهاردة بضربات الترجيح. الزمالك عمل مباراة محتربة. وجوزي جوميز عمل شغلة عظيم مع نادي الزمالك والزمالك الان عنده لعيبة مهمة جدا جدا ركايز السياف الفريق. فالزمالك من حقه ايضا انه ياخد حقه عشان ممكن هو اللي يكسب كان كلامنا كله يبقى على الزمالك النهاردة. طبعا طبعا الفريق اللي بيكسب انا اتكلم عليه طبعا. بس نادي الزمالك النهاردة لازم الكل يقف وجمير الزمالك تقف. تحية وتقديرا للراجل اللي اسمه جوميز بالامكانيات اللي موجودة مع نادي الزمالك مع اللعيبة دي. الراجل ده ما عندوش اي مشكلة في اي فريق اجمد منه بيلعبه او افراده اجمد منه طريقة اللعب اللي هو بيلعب بيها دي لازم تقف عندها كريم لان هو انا من وجهة نظري رجع شخصية النادي الزمالك في مباراة القمة. كأن عادنا فترة كبيرة جدا. على طول انت بتقول ان النادي الاهلي هو اللي يكسب المباراة. النادي الاهلي هو الكفة الاعلى. ولكن اللي حصل ان الراجل ده رجع شخصية نادي الزمالك. والنهاردة برضو نفس الكلام كان ممكن يكسب ضربات الجزاء. دي نقطة. نقطة تانية وهي مهمة جدا يا كريم. ايه بنتاج ده? ما شاء الله ده باكليفت زي ما الكتاب بيقول. باكليفت قوي. باكليفت سريع. باكليفت زكي. باكليفت بيطلع الكرة في الرجل. انطلاقاته قوية جدا. من صعب جدا ان انت ترقصه واحد على واحد عارف يقفل عليك كل حاجة زي. والراجل ده ملعبش بقاله سنة. واحد من اقوى الصفقات من وجهة ناصر اللي زمالك جابها اخر 3 او 4 سنين. وهيبقى لايقل قوة عن صفقة عبدالله سعيد او ناصر مهر. والحاجة بقى الثالثة. النهاردة انا بشوف نادي الزمالك تعاقد مع صفقة جديدة. محمد السيد. ايه الشخصية دي? ايه ايه ازاي انت عندك الثقة دي في نفسك تنزل في ماتش اهلي وزمالك. وانت العيب صغير. انك تنزل بالثقة اعتقد مريض عفوا اه الفين وخمسة. ازاي انت تنزل بالثقة دي وتلعب في المباراة دي قدام النادي الاهلي وقدام الجمهور ده. قدام قدام جامعير اللي والزمالك. وكلنا عارفين الضغوطات اللي موجودة على المباراة. وياخد الكرة كريم ايه? ويقف. ويعدي. ويعمل دابل باس. والنادي الاهلي اللي عيب تنصر راحب يضغط عليه. يلف ويرجع بالكرة تانية. اه فيه كرة غلط فيها كنت ممكن تترد عن نادي زمالك. بس دي كلها خبرات. فانا. وعلى فكرة وجاب ضربة الجزاء. ده جاب ضربة الجزاء. كريم انت اجيبته واحد من الدار للنار. ان انت تخش تشوت ضربة جزاء. في ملعب وسط الملعب ده كله. وتحط الكرة. ويقف قدامك محمد شناوي اللي تريبا اقده عمرك مرتين. وتحط الكرة بالثقة دي. فانا شاف النادي الزمالك النهاردة. تعاقد مع العيب جديد. تحية كبيرة جدا لنادي الزمالك. اللي عمل مباراة قوية جدا جدا برغم الفروقات. وده يأكد لك ان جومز من اقوى المداربين اللي زمالك تعاقد معهم. والمدرسة ببرتغالية دي كريم. مدرسة جامدة في التدريب بس نفسك.